في الحروب يطفع الأبرياء فاتورة المتصارعين ها هي مدينة الموصل شهدة على حجم الفاتورة مصابون بالآلاف فقدوا أطرافهم من ساق وذراء وظلوا على هذه الحالة دون رعاية طبية إلا من عمل قليل يقوم به معمل إنتاج الأطراف الصناعية الذي شيدته منظمة الصليب الأحمر الدولية تأسس هذا المعمل بمبادرة طيبة من منظمة الصليب الأحمر الدولية بعد عمليات تحرير المدينة بحدود تقريبا من 2018 بعد خروج المدينة من هذه العمليات التحرير من قبل عصابات داعش الإرهابية وظهور هناك ضحايا بتور للأطراف لفوق الركبة وتحت الركبة ويقتصر عمل المصنع على صناعة الأطراف الصناعية للبتور تحت الركبة في ظل غياب الدعم وعجزه بمفرده عن تلبية احتياجات مختلف أنواع الإعاقات في الأطراف نحب ذا لو نحصل على دعم سواء من المحافظة أو من الحكومة المركزية لدعم وتوسيع المعمل لكي ينتج الأطراف خصوصا أن المدينة خارجة من عمليات حربية كانت قاسية على المدينة ما ولدت هناك ضحايا بتور فوق الركبة يعني عدد كبير وأيضا هناك بتور بالأطراف العليا ونحن عاجزين عن تقديم الخدمة له وبالرغم من ضعف إمكانيات المعمل إلا أنه استطاع مساعدة عدد لا بأس به من المعاقين وتمكنوا بفضل هذه الأطراف الصناعية من الاعتماد على أنفسهم في الحركة والعمل أنا أسف سندس وشنا بالتحرير وطلعت طلعنا من بيتنا فتت على بيت وكان بي لقم ودست وطقت عليه الأبوة ورجلي تأذت هسا حطا لي رجال وسا قدرت أمشي وهسا أدعى أروح المدرسة وأرجع يعني بالأطراف ما قدره طب العكازاته ما قدر لا أتنقل براحتي ولا أمشي براحتي بس بالطرف لا نعمة وفضيلة يموش الرجل الأساسي بس نعمة يعني زيانة يعني تمشي أمري عادي أستمر بالشغل أروح أجي عادي والله هذا الطرف أنطوني خلف الله يعني أقدر أمشي به منين كيلو متر بس إذا أنزعوا له السيارة هذا ما أقدر أمشي لكن كارثة مثل التي حلت بالموصل تحتاج إلى جهود كبيرة وعمل مكثف وميزانيات هائلة لإنقاذ المصابين وليس الاعتماد فقط على المبادرات الفردية من بعض المنظمات الدولية